اشتركوا في القناة مناقصة عمومية تونس تبحث عن ثلاثة رؤساء تو انتم الثلاثة من التفقين على تسليم البغداجي انت سكرت البرطابل سيد رئيس المجلس والسيد رئيس الجمهورية مشيلي رمادة وخلتوا الشعب دخل بعضا الشعب معادش لعبة في داكم انا الوحيد في تورس بقيت مصدق ان المجلس الوطن التاسيسي هو السلطة العليا في البلاد ومصدق هالكذبة كبيرة لذا اطالبكم الثلاثة تقديم استقالاتكم وباش نقبلها انتم الثلاثة اثبتتم عدم كفاءتكم لادارة الدولة لان من يدير الدولة امس سيد رئيس الجمهورية عامل باش اعمل مؤتمر صحفي وكلمة للشعب التونسي والسيد اتدلل علينا اثراش ان تونسي يستنوا في الخارج وفي الداخل وجيه في اخر لحظة والله من يمتكلم تقول على كيف اشأل الصحافة مستنفرة والشعب مستنفر ويدلل علينا لا تتكلم انت ما تمثل الشخص اتمثل شعب تونسي احترم الشعب اللي تمثل المؤسسة الرئاسة هي تمثل الشعب التونسي ككله مؤسسة المجلس تاسيسي انت اول من افقادها هيباتها يا سيد الرئيس على كل المستويات على كل المستويات خلتنا ناخد من فضلك خلينا نتكلم خلتنا نتكلم خدم عند السادة الوزراء وفي الحقيقة هم الوزراء الكل ورئيسة الجمهورية ياخد من موظفين تحت اشراف المجل التاسيسي لكن تقول لهم الآية تشليك النواب ليش النايب لازم يشي فيشلاكا ويبنت تحت قنطرة وساسي حتى طردوا عليه احترموا النواب رأي مؤسسة اليوم الناس عندنا ماتوا والله خرجوا عمي جاءت يجوه انتم اخرين احترموا مؤسسة الدولة السيد المعتمد والا الوالي وقتلطوا كارب او الدار مش لاننا السيد الفلين هاو لان معتمد والي يمثل سلطة البلد لمن هذا التشليك النايب لمن لمسحة من يعني النايب خلطوه مش ببركة طرطور واحد عندنا في تولس عندنا مئة طرطير فيزي يزي يزي يا سيد رئيس الحكومة انت كي يجيك امر من المجل التاسيسي توقعه فقط مش تقول لا اوافق لا اوافق احنا مؤسسة عالية وقت نعطيك امر اتوقع الذيل بتوقيعك وكهوة اموركم انتم الثلاثة مؤسسة الرزاسة مؤسسة الحكومة وقت ليجيه هنا احنا نتاخذ القرار نتاخذه ولا لا يا تمشو السيد الرئيس الحكومة قال يحكمنا الدستور الصغير الدستور الصغير يقول ان الحكومة والرئاسة يخدموا تحت اشراف المجل التاسيسي بارك الله وفيك سيبراهيم سيدة سلمة بكار شكرا سيدة الرئيس انا منيش بش نترق على لا دناحية سياسية ولا القانونية نحب نحكي على الناحية الانسانية والاخلاقية ولملاء العاطفية خاطر انا امرأة عاطفية نضحك ونبكي وصعات مظهرت الجمعة الاخرى عدينا سويع وسويع في لجنة الحقوق والحريات نحكيه على التعذيب وفي الاخر اكدنا على تجريم كل ما يساهم في التعذيب اللي اعطاها الامر واللي عذب زيدة طوى نهارين زيدة لجنة اخرى وهي مشكورة على هالبيدرة هذه عديت شريط تونسي وكملت تناقشت فيه وشريط هذية يحكي زيدة على التعذيب والناس الكل خرجوا متأثرين وبعض عبيد شفتهم عندهم دمعة في عينيهم وفي نفس الوقت العبيد الكل تجاهلوا قال لي في الوقت هذيكا من جراء عبيد سلموا شخص انا منيش مش نسميه بالكل في التدخل المتاعي نقول راجل انسان بشر تسلم البقعة وبلاد اللي نعرفوا حقوق الانسان ما هيش مضمونة فهالبلاد هذية والعلماء العلم النفس كتبوا برشة برشة كتبوا على العلاقة الغريبة اللي تتكون ساعات ما بين الجلات والضحية واليوم اخنا في تونس قاعدين خلقنا حاجة جديدة ما بين الضحية متاعر بيرح اللي تلقى جلات جديد باش تسلم له ضحية جديدة عاوني محمد بارك الله وفيك هذي حاجة ماذا بين علم النفس اليوم يعودوا يكتبوا لنكتب بخرين باش يفسروا هنا ولكن انا نحب نطالب في اللجنة الحقوق والحريات باش نجرموا زيدا كل انسان يسلم عبد وهو يعرف اللي كل عبد هذيك باش يتعذب خطر حتى حد اليوم في تونس ولا في اي بقعة في العالم ماينجم ينكر وانه اليوم الراجل هذي قاعد يتعذب وقاعد في سبيتار وقال لنا سيد حمادي اخذينا ضمانات الكل اللي متاع البروتكا اللي ضربوا حتى لينفتقلوا كلاويه وهذه حاجة ما هيش متاع الفيسبوك متاع الطبا اللي حقه حقه هنا واخر سؤال نحب نتوجه بيه السيد وزير الحقوق الانسان نحب نعرف اللجنة هذية شكو نكونها وماذا بيه التقرير متاحا يتنشر باللسامي متاع الناس اللي قاموا ببعض ما هالجريمة خلي هالوسمة العار تقعد في وجههم هما ما تقعدش في وجه تونس ونحب نقول حاجة عاطفين اللي يقولوا هالي سيد نعمان سيد نعمان لا لا قالي سيحمد ابراهيم معوش بش يتكلم وكهو لا مقليش لا مقالي ولا اكتب لي لا 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 كل حال كانت حب تزيد تاخو كلمة اتفضل اتفضل توين سال كلها اللي يميت كي نعرضها واعضرلى على تونس واعضرلى على بلادنا وهذا هذية الحاجة اللي تقصفني اكثر ما مقالوش عليش واعضرلي عليها لا ما اللي في قلب المشومي نعمان سهل نعرف عليه شكرا شكرا ومعيش بغداد المحمود يا خادر بارشا ما يتحكي فيه على خادر ضمان المحاكمة العادلة كجات مضمونة رأي قبال الزنتان سلمة سيف الإسلام القدافي اعود الى الشأن الداخلي سامتا اليوم شقول مش نكمل الكلام مادام سلمة بكار قالت وعدالة لتونس اي نعم وعدالة لتونس احنا نعيش وطاوة في الجمهورية الموزية لاربيبليك بانانيار سامع سامع لاربيبليك بانانيار خليني نتكلم مش معقول اكيد انضبط 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 الساعة انضبط الساعة اليوم خلي خلي تكلموا بعدين يخوض خوضوا كلمة وعد خوضوا ورد علي بله بله سيد الرئيس كمل مدخلتي اليوم نعيش لا العشرة سيجوندات لا العشرة سيجوندات قص علي الكلاب اليوم عندي اليوم عندي اليوم عندي مؤسسات المؤسسة الاولى المجلس الوطني التأسيسي دوره الوحيد قاعد يقوم به هو انه يزكي ويصادق على مقتلحات الحكومة اليوم الرئاستين يترجقاني التهم ويكذباني بعضهما البعض رئيس الحكومة يقول اعلمت ولا يقول ما في باليش تو يقول الرئيس الحكومة السيد الرئيس الجمهورية بارك الله وفي سيد عمر العرين سيد عمر العرين سيد عمر العرين سيد زهرہ سيد زهرہ سميدا سيد زهرہ سميدا حاضر سيد الرئيس شكرا سيد الرئيس قلطور بي هذا قلطور بي هذا قلطور بي هذا ملاحظة ثانية اتوجه بها الى زميلي مهدي بن غربية هو مهدي بن غربية نعرفوه جميعا هو رياضي ورئيس جمعية ربما وقت اللي يجي حدد المواعيد متاعه والالتزاماته يثبت في الرزنامة متاع البطول متاع تونس ويثبت ربما في الرزنامة متاع كاس اوروبا ولا حتى كاس العالم نحب نعلمه اللي سيد رئيس الجمهورية وقت اللي يجيب يحط الأجوندا متاعه ما يرجع لا لأي من هذه الرزنامات لأن المسائل هذه ليست ضمن اهتماماته ولا أولوياته وانا نحب نتحدى زميلي اللي قال أنه مدير الدوان الرئاسي ذكر في تصريح أن السيد رئيس الجمهورية أجل خطابه لأنه كان متزامنا مع مقابلة في كرة القدم أنا تحداه أمام زملائه النواب وأمام عشرة ملايين تونسي أن يدلي بهذا التصريح لقد أقسمنا يزين عمساء خنكل لقد أقسمنا يزين عمساء خنكل لقد أقسمنا يزين عمساء خنكل هل تطلع زملاء النواب هل تطلع زملاء النواب هل تطلع زملاء النواب بسم الله الرحمن الرحيم أعلم أيها الشعب الكريم أن الأخلاق والسياسة لا يلتقيان ودليل ذلك ما ارتكبته الحكومة وأن كلام فترة الانتخابات ليس كلام الكراسي من المفروض أن قيامنا ومبادئنا كتونسيين تقتضي الرصانة والتشاور وأخذ كامل احتياطات في التعامل مع مثل هذه المسائل كذلك نحن لسنا أفضل من الجزائر ومصر والمغرب الذين لم يرتكبوا مثل هذه الأفعال إلا إذا أن السيد رئيس الحكومة أراد اتقاء شر الليبيين حسب ما قال قال أنه متوعد كل من لم يتعاون معهم على كل حال المشكلة واضح والمشكلة يتمثل في وجود لاث رئاسات غير متوافقة ومجانسة إلا داخل المجلس عند التصويت فرئاسة الحكومة هناك تناقض واضح بخصوص مسألة جلب المخلوع فرئيس الحكومة صرح بعدم مطالبته بجلب المخلوع عند زيارته للسعودية وهو ما يؤكده اليوم في خطابه الذي ألقاه أما مستشار الحكومة فقال نحن لا نريد إحراج الإخوة السعوديين والسيد ديلو صرح بجدية الحكومة في العمله على جلب المخلوع أما رئاسة الجمهورية فيبدو أن السيد الرئيس لم يستوعب بعد كونه رئيساً للجمهورية وحتى العشرين مستشار اللي يحاطهم معاه ممكن ساهمهم في تشويش أفكاره على كل من المفروض أنه يعرف مجال تدخله أما رئاسة الجمهورية فيظهر جلياً انحياسها لحركة النهضة وعدم حرصه على حياده كرئيس المجلس الوطني التأسيسي ولعل تفكيره في المرحلة ما بعد المجلس الوطني تشغل باله أكثر من هذه المرحلة الحساسة في تاريخ تونس أمر آخر يؤكد وعدم انسجام بين هذا الثلاثي الحاكم في تونس اليوم الثلاثي الرائع هو لما قدم السيد رئيس الجمهورية طلب مناقشة ملف تسليم البغدادي قدمها للمجلس الوطني التأسيسي وهذا سليم باعتبار المجلس أعلى سلطة في البلاد لكن عندما قدم السحب قدمه للسيد رئيس الحكومة هذه الصورة تلخص كل شيء لا توجد ترايكا بل يوجد حزباً واحد حاكم بالنسبة لي السيد المرزوجي بعد هذه الفعلة غير فاقد الصلاحيات وهو بنفس المفروض أن تخلي مع التحالف يعرف حدود صلاحياته وبرك الله فيكم قارئة الفنغان قارئة الفنغان سيد قارئة الفنغان سيد قارئة الفنغان سيد